مرحباً أنا جون بيفير وأنا أتشرف بالحديث إليكم في الحادي والثلاثين من مايو 2010 كلمني الله وقال بني أخلصت في تقديم الخدمة إلى المتحدثين بالإنجليزية أريدك الآن أن توصل ما أعطيتك إياه إلى أيدي الرعاة والقادة في جميع أنحاء العالم ولم أفهم قصده إلا حين بدأنا هذه الخدمة واستطعنا أن نقدم أكثر من عشرة ملايين مورد إلى رعاة وقادة مثلكم حول العالم بلغاتهم والهدف من هذه الموارد هو أن نفعل ما أوصان به يسوع وهو أن نذهب إلى العالم أجمع ونتلمذ جميع الأمم ونعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصان الرب به أنا أعرف شعور القادة وأقدر عملكم والجهد الذي تبذلونه والوقت الذي تقدمونه وأعرف استماتتكم في العمل من أجل كلمة الله لذا أريد أن أشجعكم أن تفعلوا هذا ألقوا نظرة على ما أخذتموه وادرسوه لمنفعتكم ثم سترون أن هناك ما يسمى بCloud Library.org يمكنكم الدخول على Cloud Library وتحميل كل شيء مجاناً بلغتكم ونريدكم أن تفعلوا هذا اجمعوا من تقودونهم سواء كانوا شعب كنيستكم أو دارس الكتاب واجعلوهم يدخلون على cloudlibrary.org ويحملون كلهم هذه الموارد ثم ألقوا نظرة عليها معاً كمجموعة إذا بنينا كنائس قوية سنغير مجتمعاتنا إن بنينا كنائس قوية فلن تهلك شعوب مجتمعاتنا هلاكاً أبدياً مات يسوع من أجل خطايا العالم كله ويتضمن هذا مجتمعك أيضاً تذكر فكر في طرق مبدعة لعمل دراسات مثل الشهادة حين ينتهون من جزء دراسي أعطيهم شهادة قل لهم إنهم تخرجوا من هذا المنهاج وساعدهم ليقدروا أن ينموا في معرفة الله اخلق فيهم جوعاً للنمو في معرفة الله لأنه إن تغير تأثيرهم على من حولهم سيتغير مجتمعك بشكل أسرع نحبكم جداً في ميسنجر انترناشنال تمتع بالموارد